عايزين الكلب عن تجربتك انت في الكالتشو الإيطالي بمختلف مستوياته انا اعتقد ان حد من مصر او حد من بره إيطاليا انه يخش في هذه المنظومة منظومة التحكمية بصفتك طبعا حاليا مراقب تحكيمي في إيطاليا المنظومة كانش بهذه السهولة اعتقد لا لا هو برضو عشان يعني ما اقولش انه كان برضو صعب هو كان يعني هما بالنسبة لهم كان الموضوع كان محير لما رح تقدمت أوراقي هما ما عندهمش قانون بيمنع او يسمح للأجنبي ان هو ينخرط في السلك التدريبي اوكي انا القصة بالنسبة لي دخلت بالصدفة لان انا كنت لاعب كرة اصلا واصبت بعملية الرباط الصليبي في شهر ابريل سنة 2000 اصابت الرباط الصليبي عملت العملية يوم 13 ابريل في نفس اليوم مع رونالدو وكان نفس البروفيسور ماركوتي هو اللي عمل العملية اللي عملها للنجم الكبير طبعا باجو اعدت ثلاث شهور في عملية التأهيل وبدأت شفت كرس للحكام الجدد فروحت قدمت على السنة أنا حمتحن نظري فلما قدمت طبعا الشخصية اللي احنا بنقول في مصر الله يمسيب الخير روبرتو أرميونتي اللي هو كان البرزيدنت الرئيس بتاع السيسان بتاع بولونيا قال انتظر أنا مش عارف القانون بيسمح بحد أجنبي يشارك ولا لا في منظومة التحكيم الإيطالي وبعدها تقريبا في الاجتماع التالي كان يوم الاثنين برضو لان احنا الاجتماعات بتاعتنا بتوعي يوم الاثنين دايما قال لي افرح يا تداوي انت مقبول دخلت وانا كنت طبعا لسه بروح بعكزات في الفترة دي فترة التأهيل طبعا بعد الاصف ودخلت الاختبار ونجحت فيه وبعد كده دخلت لازم طبعا الاختبار البدني الاختبار الكوبر اللي هو بيتعامل ده وحسن الحظ ان انا كنت وصلت المستوى كويس جدا بدنيا وجيت تالت في الترتيب الحكام من اللحظة دي بدأت بقى الرحلة بتاعتنا فطبعا في الاول بيبدأ معك بمستويات البراعم وبعد كده بيطلع معك بمستويات حاجة ظهور وبعد كده مستويات الناشئين المختلفة وبعد كده بيخليك تشارك فيه مسابقات الكأس المحلية كل محافظة وكل مقاطعة لها كأس انا المنطقة بتاعتي هي بولونيا فكنت تابع لمنطقة ايميليا رومانيا وكنت بحكم ماتشات كأس ايميليا طبعا كل حكم في البداية بيكون لي عدد محدد من المباريات لازم تشارك فيها اذا ما شاركتش فيها ما تقدرش تطلع للكاتيجوري اللي بعد كده ده بيتحدد على ايه على حساس المستوى بتاعه او اداءه لا اول مستويات البراعم والزهور والناشئين بتحدد على عدد المباريات ما بيتحددش على المستوى المستوى بيبدأ يتحدد بعد كده لما بتخش في حاجة اسمها الكاتيجوري ثلاثة كاتيجوري اثنين كاتيجوري واحد اللي هي تعتبر مستوى الديليتانتي او الهوى وبعد كده في الحتة دي بقى لازم يبعث لك مراقب يشوفك ويشوف اداءك وفيه جرائد بتكتب عن الحكم الحكم كان كويس الحكم كان وحش وبينتهي الامر عن هذا الحد وبيرفعه التقرير زي انا ما برفع التقرير للحكام الجدد دلوقتي يوم الاتنين اقول الحكم الفلاني صدر منه كذا او صدر منه شيء كويس او شيء وحش يعني وبقدم التقرير بتاعه عنه اللي هو بيتحط في الملف بتاعه في نهاية الموسم بيتحدد عليه بقى ان هو يصعد الكاتيجوري الاعلى او يظل في نفس الكاتيجوري عشان يعاد التأهيله تاني ان هو يكون في مستوى افضل